مرحبا للتقائي، شلونكم، إن شاء الله كله بخير وصحة اليوم عندنا عبارات A night owl and an early bird A night owl and an early bird ما هو الفارق بينهم واللي من تستخدم هذه الكلمات A night owl is someone who stays up late Owls are most active at night نطلق على night owl أو boom الليل هو على الشخص اللي يسهر ساعة متأخرة بالليل فتعرفون أنتو boom هو من النوع اللي كنا نشيط بالليل فلهذا نطلق على الشخص اللي يسهر متأخر يبقى سهران متأخر في الليل نقول عليه night owl An early bird is someone who wakes up very early in the morning الشخص اللي يستيقظ مبكرا بالصباح فنسميه early bird طبعا تعرفون أنه night owl والearly bird are as different as night and day طبعا مختلفين مثل اختلاف الليل والنهار حناقض امثلة حتى يعني نفهمها أكثر My brother is a night owl He usually stays up until 4 a.m دائما أخي هو من النوع اللي night owl يعني نوع اللي يسهر متأخرا بالليل فهو يسهر usually يبقى سهران لحد 4 a.m 4 صباحا I am an early bird I have to go to work at 7 a.m آني من النوع اللي early bird من النوع اللي استيقظ مبكرا لأنه يجب أنه أذهب إلى العمل حتى بالساعة السابعة صباحا فإذن آني early bird My sister always goes to bed at 3 a.m She must be a night owl دائما أختي تذهب إلى السرير أو تنام يعني ساعة 3 صباحا فهي سهرانة لحد 3 الصبح فإذن هي نعتبرها night owl My roommate likes to study at 5 a.m She's an early bird زميلتي في الغرفة تحب أنه تدرس بالخمسة صباحا فهي من الخمسة الصبح معناها هي early bird فإذن عرفنا الفرق بين night owl والearly bird night owl للأشخاص اللي سهرون وساعة متأخرة بالليل فنسمي هذا الشخص هو night owl أما الشخص اللي يستيقظ مبكراً ونشيط وساعة مبكراً من الصباح فنسمي an early bird فنقول على هذا الشخص He's an early bird أتمنى أجبكم هذه العبارات شكراً جزيلاً مع السلامة